بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة معايا خبر يهم طلاب السنوية العامة وأولياء الأمور صرحة مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن عمالة تصحيح قد أوشكت على الانتهاء حيث تم تصحيح قرابة 90% من العينات العشوائية إجابات المواد في السنوية العامة لعام 2019 بتزف بشرة سعيدة جدا للطلاب حيث تشير المؤشرات دي لارتفاع نسبة النجاح طبعا في مادة الجغرافيا بنسبة 94.9% من عشر وقد حصل 430 طالب وطالبة من طلاب السنوية العامة على الدرجة النهائية أما بقى في مادة التاريخ المادة الصعبة جت نسبة النجاح 83.4% من عشر في المية حصل عدد 992 من طلاب على الدرجة النهائية وده طبعا زاد من تفاقل طلاب السنوية العامة حيث أن الجغرافيا والكيميا هي أصعب المواد في الشعباتين الأدبية والعلمية هنتبع معاكم آخر الأخبار ومعاد إعلان النتيجة بتاع السنوية العامة أو شاكت عملية التصحيح على الانتهاء وسوف يتم رز الدرجات ومراجعتها وإعداد الكشفات وعرضها على وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عشان يقوم سيادته باعتماد النتيجة وإن شاء الله إعلان أسماء أول السنوية العامة عام 2019 إن شاء الله ربنا ينجح كل الطلاب من خلال المؤتمر الصحفي هيتم إعلان النتيجة عبر موقع الوزارة من الجدير بالذكر أن تنصيق هذا العام لدخول الكليات لا يختلف كثيرا عن تنصيق العام الماضي لذلك يمكنكم معرفة النسبة التقريبية لتنصيق السنوية العامة هذا العام من خلال الاطلاع على نتيجة تنصيق السنوية العامة في العام الماضي من المنتظر أن يتم إعلان النتيجة السنوية العامة عام 2019 في بداية الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري بالتوفيق لكل الطلبة إن شاء الله تفرحوا أنتم وعولية الأمور وتحققوا كل ما تتمنوا